عشرة، دراسة أسباب التلكؤ في المستشفى الألماني وتقديم توصيات محددة بشأن إعادة إكماله دعش، دراسة تأجيل تزديد قروض المزارعين بحسب خصوصية المشاريع وظروف عملها لمدة مناسبة أو إعفائها من فوائد القروض 12، تقوم وزارة الموارد المائية بتأمين حصة محافظة المثنى من مياه نهر الفرات ونهر دجلة للشرب والسقي ونهر الحل عفوا 13، تمويل مشروع ماء تعزيز التعزيز بموجب ما تم تثبيته في الموازنة العامة للدولة لسنة 2018 14، تقوم وزارة الكهرباء بتقديم تقرير فوري عن الاحتياجات المطلوبة لضمان تحسين تجهيز المحافظة بالكهرباء والتحقق في مشاكل هبوط الفورتية ونقل الكهرباء من استحقاقات المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية يعني حصة المحافظة من الكهرباء، حصتها الصحيحة يعني الآن أظن دون الحصة حسب الحساب الآن حسبته، بس خلني تأكد 15 ضمان الحصة المقررة من تخصيصات الرعاية الاجتماعية للمحافظة وتأكيد إعطاء الأويوية الأولى لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر سيادة الرئيس في ضوء أيضاً الملاحظات الجديدة العمل فوراً على ربط الخدمات الأساسية بالشقق السكنية في كل من الرميثة وأم العصافير معالجة الحاجة، وكتبها السيد وكيل وزارة بإضافة محولة تحويل 33 على 11 كي في إلى محطة الهلال والنقطة الأخيرة تقديم كشف فوري لخطة تبليط الشوارع في قضاء الرميثة